وعلى مدار السنوات الماضية حرست مصر على الانخراط وبقوة ولعب الدور المؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي بشأن تغير المناخ حيث ترأس سيد رئيس عبد الفتاح السيسي لجنة رؤساء الأفريق المعنين بتغير المناخ عامي 2015-2016 وأطلق في ذلك الوقت مبادرتين إفريقياتين أولهما تختص بطاقة المتجددة في إفريقيا والأخرى بدعم جهود التكايوفي في القارة السمراء جهود حفيثة تبذلها الدولة لمواجهة قضية تغير المناخ التي وضعتها في مقدمة أولوياتها نظرا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرا بالأزمة حيث ستعمل خلال رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 على تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس ومنذ أن تم الإعلان عن استضافة مصر للمؤتمر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ تم تشكيل لجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لتنظيم المؤتمر أو متابعة خطوات الاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة وخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ رئاسة مصر لكوب 27 تأتي في توقيت بالغ الحساسية لم يتعفى فيه الاقتصاد العالمي بعد تبعات جائحة كورونا ويشهد فيه العالم توترات جو سياسية كبيرة ستكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي وعلى إمكانات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المطلوب وعلى مدى السنوات الماضية حرصت مصر على الانخراط بقوة ولعبت دورا مؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي في هذا الخصوص حيث ترأس الرئيس عبد الفتح السيسي لجنة الرؤساء الأفارق المعنيين بتغير المناخ لعام 2015-2016 وأطلق في هذا الوقت مبادرتين أفريقيتين أولهما بالطاقة المتجددة في أفريقيا والأخرى بدعم جهود التكيف في القرى كما ترأس مصر عام 2018 مجموعة السبع وسبعين والصين في مفاوضة تغير المناخ كذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة وستسعى مصر خلال المؤتمر المقبل لإحراز تقدم متوازن حول كافة جوانب القضية سواء تلك المتعلقة بخفض الانبعثات أو التكيف أو وسائل الدعم من تمويل وتكنولوجيا وبناء قدرات والبناء على مخرجات غلاسكو إذن هي خطوات كبيرة تقوم بها الدولة في محاولة لإيجاد حل لأزمة كبيرة تهدد العالم بأسره في محاولة لاحتوائها والتقليل من أضرارها المتوقعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر